حدث ما لم يكن في الحسبان وما كان يخشاه بوتين قد أصبح واقعا لا محالة فلم يعد يمكنه اللعب على الحبلين أو بمعنى آخر الوجود في مكانين بعد توارد الأخبار والأنباء عن انسحاب بالآلاف للقوات الروسية من مواقعها في سوريا لتعزيز جبهتها القتالية في أوكرانيا تزامنا مع التقدم البطيء على الجبهة التي فتحتها موسكو منذ شباط الماضي يعيد بوتين حساباته اليوم ويعيد التفكير في نهجه تجاه سوريا وأوكرانيا ضمن عمليات انسحاب وتقليص للقوات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز تشمل نقل قادة عسكريين وتقليص مشاركة روسيا في إدارة العمليات بسوريا بالإضافة إلى سحب أنظمة دفاع جوية فضلا عن سحب وحدات من فوج المظليين مائتين وسبعة عشر للمشاركة في الحرب الأوكرانية صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقريرها أن عدد القوات الروسية التي تم سحبها من سوريا تراوح ما بين ألف ومائتين وألف وستمائة جندية في حين تحدث أخرون عن رقم أكبر من ذلك بكثير وما بين التأكيد من عدمه ينذر الانسحاب العسكري الروسي إن صحت الأنباء على أقل تقدير ينذر بتحولات جذرية في ميزان القوى في واحدة من أكثر مناطق الصراع تعقيدا وسط تخوفات من التبدل في خريطة الفاعلين على الأرض وانعكاس الانسحاب على باقي اللاعبين على الرقعة السورية وفي مقدمتها إسرائيل انسحاب عسكري رافقته تصريحات سياسية على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا إسكندر لافرنتيف تركزت مجملها بالهجوم على تركيا والتطبيع مع النظام مدحيا أن أنقرة لم تنفذ كامل التزاماتها في الاتفاقيات التي وقعت عليها في موسكو في أذار من العام 2020 زائما في الوقت نفسه أنه تم تحقيق بعض الإنجازات الجيدة فيما يخص التطبيع مع النظام لتستمر موسكو في اللاعب على عامل الوقت وتنقل الملف السوري بين مسارات مختلفة إلا أن ما تسعى له بات واضحا حول إعادة إنتاج النظام حتى لو كانت التصريحات الرسمية مغايرة للواقع موسيقى